اشتركوا في القناة اول اكيد بتحضر لها خلال الفترة اللي جاية فريل اول وقطاع الناشئين والاكاديميات قطاع الكورة بشكل عام لذلك فيه خبرين طبعا الكل كان بيتناولهم امبارح عقب اجتماع مجلس الادارة نهاردة في التريند كمال ومعين السوشيال ميديا مهتمة بالتفاصيل نشرح بالضبط القرارات التي اتخذها امبارح مجلس ادارة النادي الاهلي اولا الاهلي يشكر شركة الكورة ويؤكد على تقديره الكامل لجهدها التأكيد على التقدير الكامل للتعاون الذي لقاه مجلس ادارة النادي الاهلي من جانب الاستاذ ياسين منصور رئيس شركة الاهلي لكورة القدم ونائب المهندس مصطفى مراد فهمي والكابتن علاء عبدالصادق عضو مجلس ادارة الشركة وتوجيه الشكر والتحية اليهم عما بزلوه من جهد كبير خلال الفترة الماضية للمساهمة الفاعلة في رؤية شاملة لتطوير نشاط كورة القدم في النادي وهو الامر الذي يعكس اخلاص ابناء الاهلي وارتبطهم بخدمة ناديهم في اي وقت كما قرر المجلس عرض الاعتذار المقدم من مجلس ادارة الشركة عن عدم الاستمرار في مهمته على الجمعية العمومية عقب دعوتها الاجتماع جمعية عمومية غير عادية للبت في هذا الاعتذار وتشكيل مجلس ادارة جديد برضو فينا نقطة بس عايزة اوضحها للناس الناس فاكر جمعية عمومية غير عادية اللي هي جمعية عمال النادي اللي بيحضرها اعضاء النادي لا هو الهدف فينا جمعية عمومية غير عادية للشركة اللي بالتأكيد بيمثلها مثلا المفوض من مجلس الادارة ممثل عن شركة الاهل لانتاج الاعلام فبالتالي 3 اعضاء هم الجمعية العمومية غير العادية لاتخاذ القرار وليس الجمعية العمومية للنادي اللي بيحضرها اعضاء النادي ده كان توضيح مهم برضو اشرحه لكل السادة المشاهدين كمان انبارح مجلس الادارة اعتمد قرار مهم جدا متعلق بالحقوق التجارية خلال الفترة اللي جاي اعتماد الشركة المتحدة كمسوق حصري لحقوق الرعاية لقطاع قرة القدم في النادي لمدة اربع مواسم اعتبارا من موسم 2022 2023 وحتى موسم 2025 2026 وذلك وفق سياسات البيع والتسويق التي تم التوافق حولها واستعرض المجلس العرض المقدم من الاستاذ ايمان اسماعيل رئيس الشركة الاهلي للمنشآت الرياضية والمهندس حازم هلال عضو مجلس ادارة الشركة والقائم باعمال المدير التنفيذي التطورات الخاصة بانشاء استاذ الاهلي وما تم خلال ورشة العمل التي انعاقدت خلال الشهر الجاري بحضور اربع من قبريات الشركات العالمية كما استعرض رئيس شركة الاهلي للمنشآت الرياضية وكذلك المدير التنفيذي للشركة ما تم انجازه في ملف حقوق تسمية الاستاذ لان كنا عارفين الاستاذ الاسم اللي ممكن يتم تسويق هذا الاسم او ممكن يتم تسويق العلامة التجارية بيبقى فيها مدخل مالية كبيرة جدا شفنا ملاعب عالمية واوروبية مجرد بس تسمية الاستاذ باسم الشركة ده في حد ذاته ارقام مالية يعني كبيرة واملاقة وبالتالي فيه اربع شركات من شركات القبريات العالمية بالتأكيد متقدمة عشان تحصل على اسم استاذ الاهلي والمجلس اعتمد التصور المبدئي لشكل التعاقد على حقوق التسمية للاستاذ الجديد كل اللي عايز اوضحه في التفاصيل دي نقطة مهمة جدا فكتة هدات كتير قوي من مبارح بخصوص هذه القرارات وبخصوص هذه الموضوعات اللي تم اعلانها من قبل النادي الاهلي الفترة الجاية الفترة الجاية هيكون كل الكلام الرسمي من قبل مجلس الادارة فيه تفاصيل محتاجة شرح وفيه امور اكيد محتاجة شرح الفترة الجاية هيكون كل التفاصيل دي من خلال مجلس الادارة النادي الان الاجتهادات كتير قوي والناس كلها بتحول تكتاهد عشان توصل لمعلومة لكن مغزى هذه القرارات واهمية هذه القرارات وليه هذه القرارات كل ده هيتم يعني بالتأكيد مجلس الادارة هيتم يعني شرحه الفترة الجاية وأكيد الإدارة بتستعد للمسم الجديد بشكل مدروس وفقا لما يحتاجه الفريق لعادة السيطرة والمنافسة على كل البطولات ده كان توضيح مهم جدا بخصوص هذه القرارات اللي تم اتخذها بالأمس والاجتهدات كتير والناس بتحاول توصل لبعض المعلومات لكن خلال الفترة الجاية الناس كلها تعرف المغزة من هذه القرارات وبالتأكيد هيكون فيه شرح أكيد في الفترة جاء عشان الناس تبقى عارفة إيه اللي بيحصل والنادي الأهلي معودكوا دايما أن فيه شفافية في أي قرار بيتم اتخاذه بيتم إعلانه وشرحه لكل السادة المتابعين وجماهير النادي الأهلي في كل مكان مش في مصر بس في كل أنحاء العالم